ديفيد ميدن محلل الأسواق في إيكوتي جروب ينضم إلينا ديفيد أهلا بك معنا يعني الدولار خلال جلسة اليوم والجلسة الماضية استفاد كملاذ آمن من تدفقات نقدية وبعد ذلك بعد البيانات الاقتصادية الصينية التي جاءت أقل من المتوقع هل تعول على استمرار هذه التدفقات إلى الدولار وإلى أي مدى قد تستمر في إعطائه الدعم لن أعتمد كثيرا على ما يحدث مع الدولار الأمريكي علاقته تتغير من وقت لآخر ولكن هذه العلاقة لا تعتبر مهمة في الوقت الحيث بقولنا ذلك من نظرنا إلى حركة أسعار الدولار الأمريكية خلال الجلستين الماضيتين كانت رائعة على اعتبار أن هناك خيبة أمل في أرقام التصنيع التي شهدناها أمس يبدو أن المتداولين قد ابتعدوا عن التحديثات الاقتصادية المخيبة للأمال وأيضا البيبي آي والسي بي آي يوم الجمعة الماضي كانت تشير إلى التراجعات ونحن هنا الدولار لا يزال قويا ولكن يبدو أن المتداولين ربما كانوا قاموا بتخفي توقعاتهم وربما لا يفكرون في رفع معادلات الفائدة بـ 75 نقطة أساس في سبتمبر ولكن اتجاه إلى 50 نقطة أساس كرفع المعادلات الفائدة والاعتبار ما صار الفيدرالي في الأوين الأخيرة على الرغم من البيانات الاقتصادية الضعيفة التي شهدناها مؤخرا فإن دورة التشجيد للفيدرالي تبدو أنها ستظل لبعض الوقت وبالتالي نرى قوة الدولار مستمرة دعنا تحدث عن آخر أرقام الصادرة من بريطانيا ديفيد أتحدث ما كنا عن الوظائف عن مستويات البطالة 3.8% لم تتغير الأجور ارتفعت إلى 4.7% ولكن عندما نتحدث اليوم عن التضخم فهذا التراجع الذي نشهده على الأجور الحقيقية كيف اليوم تنظر إلى الاقتصاد من مرآة الوظائف فيما تعلق بالوظائف فهناك وضع جيد في المملكة المتحدة حيث كانت 3.8% ولم تتغير ومتماشية مع التوقعات فيما تعلق بالإعانات قد تراجعت أيضا وكما نرى واضحا هذا أمر إيجابي بالنسبة لسوق الوظائف لأن عدد أقل يرغبون في مزايا البطالة ونتوقع أن يكون هناك تراجع في البطالة ولكن ليس بالبطالة أو التراجع الذي كان متوقع فيما تعلق بالأجور من المشاجع أن نرى أن هناك نموا في الأجور ولكن أعتقد أن هذا متأثر بمستوية العالية من السي بي آي والتضخم في المملكة المتحدة إذن إجمالا فإن العامل الأساسي لديه هذا الأمر الذي يتعلق بالاقتصاد البريطاني الذي يتجه إلى الركود أكثر وأكثر ولكن نرى استجابة متباينة من الباوند البريطاني وهذا يتعلق أيضا بتقرير الوظائف في هذه المخاوف الاقتصادية وبالنظر إلى البيانات التي شاهدناها من الاقتصاد الصيني ما الذي تتوقعه بالنسبة للدولار الأسترالي وتحديدا حتى بعد المينتس من البنك المركزي الأسترالي والتي أشار فيها إلى أنه جاهز لأخذ المزيد من الخطوات لعمل ما يعرف بالنورمليزيشن بالنسبة للسياسة النقدية فكيف ترى هذين الملفين الاقتصاد العالمي والصيني تحديدا والمركزي يؤثران على هذه العملة أعتقد أن بنك الاحتياطي الأسترالي سيستمر في مسار في معدلات الفائدة وأيضا مثله مثل البنوك المركزي الأخرى حريص على أن يواجه ارتفاع التضخم إذن من العدل أن نقول أن رفع معدلات الفائدة سيستمر في أستراليا وبالتالي سنرى مستوى من الارتفاع في الدولار الأسترالي ولكن مقارنة بجاره الدولار النيوزيلاندي فلقد بدأ أيضا فيما يتعلق برفع معدلات الفائدة كان متأخرا ولكن خارج سيطارة البنك الأسترالي فإن الاقتصاد الصيني يشير إلى أن هناك بعض التراجع وكلها تشير إلى تراجع الاقتصاد والنمو الصيني وهذا مدعا للقلق بالنسبة لأستراليا الاعتبار أن هناك نسبة كبيرة من التجارة مع الصين لسيما فيما تعلق بالسلع إذن الضعف في المعادن الأساسية الباليجيوم والبلاتين والفضة كان متأثرا بالبيانات الخاصة بالقطاع التصنيعي في الصين وهذا بالطبع ما يؤثر ويضغط على الدولار الأسترالي وأعتقد أن فيما يتعلق بالسورة الكلي بالنسبة للدولار الأسترالي فأعتقد أن سوف يكون هناك أمر يتعلق بتجديد السياسة النقدية ولكن أيضا فيما تعلق بالقطاع الصناعي المتأثر والذي قد يضغط على هذا القطاع ديفيد مادن محادل أسواق في إكويتي جروب شكرا جزيلا لك شكرا شكرا لك شكرا لك ترجمة نانسي قنقر